السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميع تلميذي في سنة الخامسة ابتدائي ولحتى أولياء تلميذ لما يشادوا فينا كالعادة معكم الأستاذ يسمين وما تقولوش باللي نسيت تلميذي في الابتدائي راح ان شاء الله نكملو سلسلة اختبارات الفصل الثالث وان شاء الله اليوم راح نشوفو كيفاش نحلو اختبار اللغة العربية لهذا الفصل إذن لا ابنائي كيما معودين نقراو نفهمو الأسئلة تعنا ونفهمو النص طبعا تعنا ومنها كي نكونو صحورا ننديرو فيه مراجعة معنى كيما احنا نقولو عصورين بحجر عندي ملاحظة صغيرة للأولياء دوما نذكركم بدون كالالين أو ملل أنه نعودو الأبناء يعني اللحظ باللي عدة يعني الأولياء أراهم يشكوا من مشكلة أنه الأبناء التحهم في المتوسط والفتنوي ما يجوح يحلو المواضي حتى يهبلوهم إذن أنا نعودو الإبن التاعي مورو ما حفظ مورو ما فهم الدرس تاعو مورو ما موجد مئة بالمئة نلاحظ باللي موجد مش ينبعتو هكذا المدرسة وإنما على الأقل نجبدلو موضوعين ونشوف كيفاش يحلوهم ما فهم لي أنه الحفظ والفهم حاجة وكي يتحط في السوجي حاجة إذن يلا أبنائي نبدأ بالعنوان التعنى اللي يقولي الأندلس الإسلامية إذن بينما باللي نحن نهضر على الأندلس لما فتح المسلمون الأندلس ساسوا أهلها سياسة رشيدة ساسوا معت من السياسة بنيت على التسامح والعدل والمساواة ولم يمضي إلا زمن يسير على الفتح حتى أخذ الفاتحون في تخطيط المدن وتشييد القصور وحفر الترعي وإقامة الجسور وتعبيد الطرق وتهيئ الأرض للزراعة وغرس كثير من الأشجار والنباذات إنه هنا أو يقولي باللي المسلمون كرحوا الأندلس فتحوها معتها دخلوا فيها دخلوا بسياسة رشيدة معتها مش دخلوا يعني بالعنف والإضطهاد والحقرة لا دخلوا على التسامح على العدل على المساواة حتى أنهم الأندلس كانت في مكان ولت في مكان أحسن لماذا؟ أبدوا يخططوا باش ينشؤوا المدن القصور دار الجسور عبد الطرقات ما عندها رجعوها أحسن من اللي كانت بكتير يلا ولقد كانت قرطبة ظهرة البلاد في أوروبا ما جمعته من مظاهر الثقافة والعمران وقد زهت بشوارعها التي كانت تضاء بقناديل تطل عليها المنازل ولم يكن يوجد في عواصم أوروبا قنديل عمومي واحد إلا بعد ذلك بسبع مئة سنة لهنا ويقول لي باللي قرطبة اللي كانت ظهرة البلاد أنذاك فيها كانت الثقافة والعمران أو يقول لي باللي هي اللي كانت بدأت الثقافة والعمران وبينسق كانت فيها يعني القناديل أبنائي قنديل وشو معنا؟ معنا هذا اللي بكري كانوا يحطوا فيه الشمعة ويدوها يعني ما كانش عندهم مضو ما كانش عندهم تليفون معتها كانوا يديروا بها ولا يضووا بها الطريق التاح إذن يلا الهناوي قليب اللي كانت ما شاء الله متطورة أحسن من أوروبا بكثير ومن آثار الحضارة العربية الإسلامية بالأندلس قصر الحمراء بغرناطة وهو عبارة عن مركب يتألف من قلعة وقصور وحدائق وقد شيد على هذاب تحيط بها قمم عالية وحصون بأصوار غطيت بمرمر كما يشمل القصر عدة قاعات وأبهاء يقف الزائر مشدوها بتناسق يعني مدهوشا بتناسق أعمدتها ونقشها الرائعة وفي الوسط تتربع النافرة التي تجمع إثني عشر أسدا يقذف كل منها الماء من فمه إذن أنا ويوري لي العمارة كيفاش كانت ولا التخطيط التي تشيد كيفاش كان أو يقول لي قصر الحمراء اللي موجود في غرناطة من كم احنا نقوله المدن ولا تخطيط اللي يشيدوه من أروع ما يكون فيها القلعة هذيك فيها قصور فيها حدائق يعني ما شاء الله يعني كانت الحصن تحيط عالي أصوار عالية يعني وفيها قاعات ويعني واسعة يعني الزائر اللي يجي يدهش بما شاء الله التناسق التحها والروعاء العمرانية التحها نفهم؟ إذن يلا هذا بالنسبة إلى النص حداري أنا لهناني قرأ لكم باش منطولوش فقط الفيديو ونفهم لكم لكنتم أبنائي على الأقل نقرأ النص التعيم مرتين أن يقول على الأقل باش هكذا كل يعني كلمة ولا كل جملة نعرف المعنى التحها الأسئلة تعالفهم تعالي لها نقطة ونصف يقول لماذا وصف الكاتب قرطبة بأنها ظهرت البلاد في أوروبا على شقالها بلي ظهرت البلاد؟ إذن حجبتها طبعا من النص السؤال تاني في النص إحدى أثار الحضارة العربية والإسلامية أذكرها معتها أثار حاجة خلتها الحضارة العربية والإسلامية أعطيها لي ثالثا استخرج من النص مرادفات وشو معنتها مرادف؟ اللي هنا معنتها كيف كيف متعجبا ومصابيح إذن يلا أسئلة اللغة عليها تلت نقاط ونصق لأعرب الكلمات المسطرة في النص لحظوا الإعرب الجامي نقرأ الكلمة وإنما نقرأ الجملة كاملة ولم يمضي إذن كيف عشنا عرب يمضي؟ ما قلتش لم يمضي ليا أي محذوفة؟ عدة قاعات هذه وش بيها؟ أي جات قلنا جمع مؤنثين سالم نشوف كذلك كيف عشنا عربها؟ املأ الجدول من النص معتها تجبد لي من النص وعمر لي الجدول ماضي مبني للمجهول معتها فعل ماضي مبني للمجهول كلمة بها مد لفظا اسم الموصول وفعلا معتل إذن في حرف علا سؤال ثالث صرف الفعل بنا في المضارع مع الضميرين هم وأنتما بنا أبنائي في المضارع معتها دكة يبني أعطيها لنت معاهم وأنتما رابعا استخرج من النص اسمين مؤنثين مع التعليل معتها أطيني الزوج أسماء مؤنثة يعني النص مليء بهم أعطيني التعليل للتحر يعني معنتها علاش قتلي مؤنثة الوضعية الإدماجية يقول لي من أجل السياحة يبحث السائحون عن الإعلانات الإشارية للمناطق قصد زيارتها أكتب إعلان إشاريا تجذب فيه سائحين لزيارة ولايتك مستعمل للحجج والبرهين لازمة ذاكرا أهم المعالم الموجودة بها وموظفا فعل معتل ناقص وحرف عطف إذن يلا أبنائي دوما نقول لكم ما نخرجوش من الموضوع حنوصيكم يعني عليها ما نخرجوش عن الموضوع الخطة التعيم ليح نازم لي مقدمة عرض وخاتمة ودوما التوظيف من الأحسن أنه نسطر عليه إذن يلا أبنائي نبدأ تصحيح تعنتها هذا الاختبار معنا السؤال لولوش قال لي قلع لاش الكاتب وصف لي قرطبة بأنها ظهرت البلاد في أوروبا إذن يلا أبنائي شوفوا وكانت قرطبة ظهرت البلاد في أوروبا ما جمعته لأنها جمعت ماذا مظاهر الثقافة والعمران معتها كانت مشهورة قرطبة بماذا مظاهر الثقافة والعمران إذن وصف الكاتب وهكذا الجملة تعنا نزم تكون كاملة مشيئة أنا نكتب الإجابة تمتم ومبعد نقول آه علش الأستاذ ما عطانيش علامة كاملة حذاري نكتب هكذا وصف الكاتب وصف الكاتب وقرطبة بأنها ظهرت البلاد في أوروبا لما جمعته من مظاهر الثقافة والعمران كانت ما شاء الله في الثقافة والعمران واحد ما يغلبها قال لي ما هي أثر الحضارة العربية والإسلامية المذكورة في النص إذن حاجة خلتها أن الحضارة العربية والإسلامية هو قصر الحمراء ما قال لي الشرحي لي ما قال لي كم احنا نقوله قولي العلية إذن هاي من الآثار العربية شوفوا تبعوا سؤالتكم هكذا نوصيكم آثار الحضارة العربية والإسلامية أنا رح وراهي آثار الحضارة العربية والإسلامية ونكتبوش فيها قال لي ظهرت البلاد ها هاو نتبع فقط وندي العلامة الكاملة استخرج من النص متعجبا معناتها مشدوها ولا نقوله مدهوشا كيف كيف ما صابح وش قلت لكم قلت لكم هي القناديل بكري ما كانش عندهم ما صابح كان القناديل باستخدام الشمع هدي بالنسبة أبنائي تقدروا كامل تتحصلوا عليها على زوج ونص يعني زوج ونص على زوج ونص يلا نروحوا إلى السؤال بعد وشوفوا كي نقول لم يمضي ما قلتش لم يمضي حدفنا حرف العلة إذن ولم حرف وجزم يعني بش ننفي به اللي موراهوش نعربو فعل مضارع مجزوم بلم بصح علامة الجزم متاعو مش السكون لا وعلامة وجزمي حذف حرف العلة معناتها حدفنا حرف العلة تعنا يلا قاعات إذن ركز مليح قاعات كيف عدة قاعات إذن عدة مضاف وقاعات جاءت مضافا إليه مجرور بصح شوفوا وعلامة جره يعني الكسرة ظاهرة على آخره إذن لاحظوا أبنائي كثيرا تلاميذ يقول يسادة وانا كيف نعرف بلي هذا كلي قبله مضاف بش هو مضاف إليه ركزوا يشمل القصر عدات شوفوا تلقوها عادية اللي موراه دصبتوها بكسرة أعرفوا بلي هذه رهي مضاف اللي موراه جاءت مضافا إليه ما فهم إذن مدام كسرة نقول مضاف إليه عادي يلا اللي بعد وقالي املأ الجدول من النص كي نقول فعل ماضي مبني المجهول أبنائي معتها لا أعلم من قام بذلك الفعل حصنا أو غطيت هذا مع بلش أنا شكون حصنها ومع بلش شكون غطاها شوفوا وحصنا بأسوار غطيت بالمرمر إذن أنا مع بلش كون اللي قام بالتحصن تحشكون حماها وشكون غطاها إذن نسميه فعل مضارع مبني أو فعل عفوا الماضي مبني المجهول إذن مستحيل أني أنا نكتب ذلك شوفوا هذي ما تكزيستيش إذن هذا وشنو هذي المد نطقو نلفظو لكن لا أكتبوه يلا أسمع موصلوش قلت لكم اللاتي اللاذي اللاتاني اللاتاني كيما تحبو الليصنصية نجبد الموجودة في النص فعل معتل كيما يقفو إذن فعل معتل الليصنصية تلقوا فيه حرف علا وشنو هما حرف العلا الألف الوا واليا والألف المقصورة كيما لأنا عندي اليا مفهوم نستخرجو اللي مش اللي يكون عندنا فيها الشكل نستخرجو لاني متأكد منها مئة بالمئة يلا اللي بعده يقول لي صرف الفعل بنا في المضارع مع الضمائر هم وأنتو ما إذن يلا هالفعل هم وش نقول ذكا يبنونا ومن الأحسن أنه تشكلوها يبنونا قلت لكم التصريف دوما نشكلو أنتو ما تبنياني مفهوم إذن هدي في المضارع اللي بعده قال لي استخرج من نص اسمين مؤنثين واعطيني علاش اسميتهم اسمين مؤنثين يلا نعرفه بلي الحمراء مؤنث لأنه أحمر هو المذكر حمراء مؤنث لأنه ينتهي بآلف ممدودة الثقافة لأنها تنتهي عفون بتاء متحرقة مفهوم إذن هذه بالنسبة إلى الاسمين التاعي والتعليم يلا نشوف الوضعية الإدماجية كيفش نقدر ندير إعلان بيبليسيت على الولايات تعليم وشنقول إعلان إشهاري أنت تريد تعرف على ولايات وطنك ليس أفضل لك من أن تزور وردة الصحراء وديسوف سأرافقكم وأعرفكم بأهم المعالم التي تسخر بها ولايتي متنزه الغزال الذهبي الرمال الذهبي مدينة الألف قبة وقبة مزارع الخضر والفواكه آثار للمعارك سأعرفكم على أهم عادات وتقاليد منطقتنا الزرنة المنسج خبزة الملة الشاي الصحراوي المطابيق وغيرها تقترح عليكم وكالتنا السياحية الإقامة في أفخم الفنادق وبأسعار معقولة جدا وفي متناولكم وديسوف ترحب بكم فلا تترددوا فالأماكن محدودة إذن تلاحظوا بكل بيبليسيتي اللي نشوفهم في التلفزة تعنا إحنا فقط ندرها على واش ندرها على الولاياتنا مع ذكر مثلاً لها نواتسوف قالي فيها متنزع الغزال الذهبي المعروف فيها الرمال الذهبية فيها نحب وين نحوس نحوس مفهوم وفيها طبعاً الأكلات التقليدية اللي طبعاً دوماً تجبت السياح لها ولا تجذب إليها السياح إذن أبناء إبناتي هذا كان بالنسبة لتصحيح اختبار الفصل الثالث في اللغة العربية للخامسة ابتدائي كالعادة اللي عنده سؤال استفساري خليوا لي في التعليقات